فقالوا هذا لك فقال لهم يعني والله كذا يعني لا أخذ شيء ولا أزيد ولا أنقص يعني التعامل معهم بالعدل قال اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بهذا أي بالعدل قامت السماوات والأرض هذا الذي يعني قد تتساهل فيه من أكل أموال الناس بالباطل صلى الله عليه وسلم عابل تعذب عليه ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه فإذا طلب منك إنسان توزع له مالع الفقران والساكين ما تأخذ منه شيء لأنك وكي وإذا أردت شيء ترجع له تقول لا بد أن تعطيني شيء غير هذا المال ثم أخواننا الزكاة أوساخ الناس أوساخ الناس لماذا؟ لأنه يطهر المال يطهر المال لا بد يخل الشيء فهذا أخواننا الزكاة وما تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحمة وما فتح عبده باب مسألة نسأل الله السلام على إلا فتح الله عليه باب فقر لا يغلق إنما الصدقات الفقران والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفي الرقاء اللام في أول الآية للتمليك تملك الفقير والمسكين وعملين عليها والمؤلفة قلوبهم تمليك أما الرقيق ما تعطيه شيء تعطيه السيد حتى يعتق العبد وكذلك الغارم لا تعطيه تعطيه صاحب الدين نعم ثم قال وفي سبيل الله قلنا في سبيل الله يشمل كل أبواب خير صح بناء المساجد تعبيد الطرق وإجراء العيون وحفر الآباب صح أعوذ بالله يا رجل قلنا ما يصح هذا أصرح لأن لو كان هذا الكلام صحيح لكانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله فقراء مساكين مساجد تعبيد طرق وغيره في سبيل الله الجهاد ويشمل طلاب العلم وعلى قول يشمل الحج في سبيل الله آخر شيء وابن السبيل المنقطع عن السبيل طيب بعض الناس يأتين إنسان ويقول أنا غريب وكذا إذا غلب على الظن أنه صادق تتحرى قدر المستطاع وتعطيه فقير مسكين ابن سبيل كذا والغارم قلنا إما غارم لنفسه أو لغيره إذا شككت في إنسان وتخاف تعطيه وأنت تريد أن تعين هذا فماذا تصنع قال أن ابن سبيل يحتاج للسفر ويريد مال حتى يشتريه تذكره ورجوع إلى أهله وليس لديه مال ومنقطع وشكى حاجة فماذا تصنع تذهب وتشتري له تذكره والحمد لله جاك إنسان وأتشك فيه أنه يريد المال للمخدرات مثلا فماذا تسمع قال تعبان مريض ويحتاج إلى طعام أعطني مما أعطاك الله ماذا تقول تقول تعال اشتري لك طعام واللباس قال لا تعطيني ما لا تعطي وهذا معروف أنه ما أراد إلا نسأل الله سلام مفهوم دق فقير على رجل غني من الأغنية الدق عليه الباب قال من قال سائل قال انصرف قال سبحان الله اسم إبراهيم لا ينصرف إلا إذا حلي باللان أو أضف قال ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يوضف أو يكو بعد الردر قال أنا إبراهيم ما يمكن لي أن أنصرف بأن إبراهيم ممنوع من أصفر قال لابد إذا حلي باللام أو أغذر تحلي أنصرف إلا فأنا باقي طيب بقي شي بقي نعم كيف نعم يحرم إعطاء الزكاة لمن لغني قوي مكتسب نعم الثالث آل البيت بن هاشم ومواليهم هؤلاء هم أهل البيت أمهات المؤمنين رضو الله عليهم و كافر هذا لا يعطى من الزكاة لكن غير هؤلاء يعطون من الصدقة نعم يبقى معنا من من تجب عليه نفقتهم الوالدين والأولاد مثلا وقلنا بعض الناس هدان الله إياه ما يريد أن يخرج شي للزوجة يقول اعطي الزوجة واعطي الأولاد واعطي والدتي فقر يا أخر قال والله فقر والدي اشترى سيارة فرش وعليه أخصار شهرية ولا يستطيع أن يدفع هذه الأخصار وكذا طيب بقي شيء نعم يصح أن يقدم الزكاة عن وقتها إذا كان هناك عارب كما مثلنا بمثال شهر فصل الشتاء الآن بخول الشتاء ويرى حاجة الأمة فيقدم الزكاة هذا جاهز نعم يجوز تقديم الزكاة عن وقتها يبقى معنا إشكال عند بعض الناس وهو زكاة الدين زكاة الدين ما معنى هذا الأخ سعيد جاء الله خير اقترض مني أربعين مليار يورو الآن حالة عليها الحول حالة عليها الحول هل أدفع زكاة هالي الأربعين أم لا الجواب فيه تفصيل التفصيل وهو إذا كان هذا الذي أخذ من الدين مليء يعني عنده مال وغير مماطل مماطل تعرف بعض الناس لديها أموال تطلبه وحق لك يقول إن شاء الله غدا معطيك تأتي غدا قال والله نسيت إن شاء الله تعالى بعد غير مماطل الثاني هذا الأول مليء يعني لديه مال والثاني مماطل والثالث يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم فيه أناس لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم يكون وزير فأقول له أذهب إلى المحكمة وأرفع فيك خضية قال لسنا ما شئ لا أحضر أصلا فننظر الأخ سعيد مليء نعم مليء مماطل الحمد لله غير مماطل يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم نعم مجرد ما تأتي الدعوة حتى قبل أن تأتي الدعوة ممكن يحضر فهذا يعتبر مالي عند هذا الأخ كأنه مال متدخر في خزن صحيح مليء وغير مماطل ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم الآن الدين هنا حي دين حي فهنا هنا لابد أن أخرج أنا الزكاة كم أربع مليار أخرج مليار ولله طيب دين على ميت كيف ميت دين ميت فقيل ليس لديه شيء أخذ مني ما مماطل ونصف أصلا ما يجيب على الهاتف ولا على شيء لا يمكن اتصال به دائما ولا يمكن أحضاره لمجلس الحكم ليس لديه أوراق أو ظلم ولديه معارف وكذا فهذا دين على على ميل أخرج الزكاة لا أخرج الزكاة طيب بعد عشر سنين تاب هذا المماطل وجاء إليه وقال تبت إلى هذه الأربعين بعد كم عشر سنين ماذا أصنع أذكر عشر سنين لا أذكر السنة الأخيرة فقط مفهوم طيب هذا ما يتعلق ب زكاة وسميها العلماء زكاة الدين مفهوم طيب عندنا مسحلة ثانية أود التنبيه علينا إذا كان لدي أمان هذا المال أعطيته لفلان من الناس وقلت أمانة عندك لا يصح أن يتصرف فيه بشيء يأخذ المبلغ كما هو ولا يتصرف فيه بشيء مجرد ما يخرج منه شيء وقال بعد يوم أرجع يعني هذا المبلغ سقد ضمن المبلغ كامل فالآن المال الذي يجعل بعض الناس في البنو يقوله هذه وديعة وأمانة لا في الشرع هذه ليست بوديعة هذا قرض لأن المال الذي تدخل في البنو ليس هو الذي تأخذ من حيث الأوراق يعني الأرقام نعم هذا معناه أن من يدخل المال في البنك على ما يشتفي العلماء هو قرض نعم طيب عليه اعتبار لا تقرب البنوك قدر المستطع حاول حتى لا تستضل بظل البنك قدر المستطع من يتق الله يجعل لهم أخرج أو يزق من حيث الأحدث طيب ننتقل الآن إلى كتاب الصيام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم قمضان الصيام لغة الإمساق إني نذرت للرحمن صوم في الشرع عبادة تتضمن الإمساق عن الطعام والشراب وسار المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عبادة تتضمن الإمساق عن الطعام والشراب وسار المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إمساق ونية هذا الصيام إمساق ونية الحمد لله لو أمسك بلا نية صيامه باب نوى ولن نمسك عن الطعام والشراب ليس فصان طيب الصيام على ما تقدم فريضة ونافلة صيام الفريضة أقسام ثلاثة صيام رمضان والكفارات والندور رمضان والكفارات والندور صيام النافلة إما أن يكون صيام لأيام الأسبوع الاثنين والخميس أو لأيام الشهر أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر نعم أو يكون لأشهر الأشهر محرم و واحدة واحدة وست من شوان وأول شهر ذو الحجة لدخل الأيام الأولى من شهر ذو الحجة ثمانية أيام لدخولها تحت الأعمال الصالحة لم يثبت نعم لم يثبت شيء في صيام هذه الأيام لكن تدخل تحت الأعمال الصالحة من أعمال الصالحة الصيام صيام يوم عرفة صيام عاشوراه مع التاسع والحادي عشر وصيام يوم وفطر يوم وكذلك ما يتعلق بصيام شعبا طيب هذا صيام مستحب وإن شئت فقل صيام واجب وصيام مستحب وصيام محرم الصيام المحرم صيام يوم العيدين وصيام يوم الشب وصيام يوم الجمعة منفردة وصيام كذلك يوم السبت وصيام شهر رجل وصيام أيام التشريح هذا صيام محرم إذن صيام واجب رمضان والكفرات والنذور وصيام مستحب وصيام محرم وصيام الدهر بقي معنا أن يصوم الدهر ولا يفطر من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فالريق صيام شهر رمضان ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة متى يثبت دخول الشهر برؤية الهلال أو إتمام شعبان ثلاثين يوم والمسألة هذه قد يعني تكلم فيها العلماء ارتاح ويكون الصيام عندكم هنا مع صيام مكة والحمد لله الإشكال أنه في بعض الدهر قال والله هذا من أحسن ما يكون لماذا لا تجعل أيضا الإمساك وكذلك الفطر مع أذى مكة لأننا نصوم في بعض البلدان عشرين ساعة ومكة يصوم ولله الحمد عشر ساعة وهكذا عجب طيب المهم وهذا لماذا لأن لأن فيما نعلم ونحسبهم كذلك يعني العلماء في المملكة العربية السعودية أنهم يتحفروا يتلهل وكذا وأن هذا ما يتعلق بالبلدان غير مسلمة ليس فيها رؤية وفي اختلاف بين الناس وكذا وانت تعرف بعض البلدان يعتمدوا الآن على التقاوم وغيرها فنرتاح من هذه المسألة ونرجع إلى صيام مكة وبهذا إن شاء الله تعالى يتحدى الكل طيب يجب صيام شهر رمضان على من على من على المسلم أو قبل خرج بهذا الكافر الكافر لا يخاطر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاء ولا بالشي يخاطر بالشهادتين فلا أسلم نتدرج معه صحيح نعم الإسلام والعقل خرج بهذا المجنوع هل يجب الصيام على السكران يا أخوان من يقول لا أنت أوقف ما قلت أوقف من قال لا ما تعرف يا أخي ما تسمع هل يجب الصيام على السكران سبحان الله يا رجل السكران السكران مجنون أسأل كان السؤال هل السكران مجنون لا المجنون أحسن منه والله طيب خلصتك هل يجب الصيام على السكران يا أخي ما تستطيع أن تقول لا اتق الله لأنك لو قلت لا يجب الصيام على السكران ما عرض الناس يشرب الخمر وقال الحمد الله افتاني فلان ما أصر لا يجب الصيام على السكران نقول له تصوم ولا تشرب الخمر ماذا بك اجل طيب اسلام وعقل والبلوغ هل يجب الصيام على الصغير لا يجب ولا ناء في الصغير مخاطبة من وجهي مخاطب الصغير من وجهي وجه أنه يحث على الصيام وجه يحث الولي على الصيام ويعود وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده وأبوه من العجر العجار وانترى الصغار يصوم ولو اسأل اكثر من هو الآن معنا هنا عن امه او عن اخته خالته او عمته او جدته هل رأيت يوم من الايام واحدة من هؤلاء تأكل في نهار رمضان مع انها في الغالب ان يأتيها ايام في رمضان معذورة هل رأيت هم يقول ما رأيت قط وتجد من يقول انه مصر في نهار في نهار رمضان يتعمد الاكل لا شرب الدخان نعم طيب اسلام وعقل وبلوغ نعم القدر القدر على السيام خرج بهذا العاجز على السيام اما لمرض او سفر او كبر في السن نعم يا اخ سفر معي المرأة الان مسلمة وعاقلة وبالغة وغير مريضة لكن جاء دم الحيض النفاس تصوم لا تصوم اذا لابد الخلو من الموانئ مفهوم طيب وغير وغير هذا نعم مقيم طيب ان يكون مقيم غير مسافر وصحي يعني قادر قادر خرج بهذا العاجز مقيم خرج بهذا المسافر المسافر لا يجب عنه السياق لكن الاولى بالمسافر ان يصوم لماذا لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه ادراك فضيلة الشهر وفيه ان السيام مع الناس سهلة نعم وفيه ان هذا ادراك للذمة لانه قد يؤخر ولا صف الله يفتح عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة